أكد رئيس قسم التعليم بمنظمة يونساف مصر شيراز شاكرا أن مصر حققت العديد من الإنجازات من بينها التوسع في الإتاحة في المرحلة الابتدائية لجميع الأطفال في أكبر دولة في المنطقة فضلا عن التوسع الكبير في التعليم الإعدادي والثانوي وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم وفي كلمته خلال فعاليات ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب أعرب شاكرا عن تطلعه إلى العمل مع وزارة أتربيع التعليم ومشاركة خبراته وتجاربه في تطوير التعليم والإصلاحات الرئيسية